حقل ألغام أصبحت بلدة كامينكا في مقاطعة خاركيف غادرها الروس ورفعت أوكرانيا علمها لكن ما خلفوه وراءهم كارثة أخرى يقول السكان هنا فقد دمتري عينه اليمنى نتيجة انفجار قذيفة حاول أن يبعدها من أمام بيته الذي عاد إليه بعد خروج الروس هذه من بقايا اللغم الذي كان مغروسا أمام بيتي لم ألحظه حينما كنت أنظف هذا المكان تضررت عيني بقوة وكما ترون الخطر في كل ركن من هذه القرية مئات القذائف والمتفجرات ألقت بها روسيا في مدن مقاطعة خاركيف وبلداتها على مدار الأشهر الأولى من هذه الحرب خلفت مئات القتلى والجرحة ودمارا لا تخطئه العين في كل مكان لا تخفل دميلا دموعها وهي من فقدت أقاربها وجرانها بينما راح ضحية قصف ومن قتلته المتفجرات نقاوم للبقاء ما خلفوه هنا وما تسبب فيه لا يمكن تخيله أرادوا إبادتنا تعجز أوكرانيا عن التعامل مع مساحة تناهز الثلاثين بالمئة من أراضيها باتت تشكل خطرا بسبب الألغام والمتفجرات في هذه الصور يفجر بعض سكان هذه البلدة مخلفات القذائف غير المنفجرة بأنفسهم وسط مخاطر كبيرة تحدق بهم فقد عجز تهيئة الطوارئ وفريق الألغام عن التعامل مع الألغام الكثيرة هنا غادر الجيش الروسي هذه القرية لكنه خلف وراءه قنابلة حولت حياة السكان هنا إلى جحيم كما يقولون محمد زاوي العربي من قرية كامينكا مقاطعة خاركير